الحقيقة ملف المية في مصر ملف من الملفات المهمة لكن خلونا بقى نتساءل كده مع بعض هل صارت الأمور خلونا نتكلم عن ناحيتين ناحية التبطين وناحية مهاجمة وزير الضيب نتكلم كمان عن ناحية واتجاه سد النهضة هل صارت الأمور في سد النهضة بسياسة فرض الأمر الواقع من الجانب الإسيوبي على الجانب المصر وهو ده اللي عندنا واللي عندكم اعملوه ولا ممكن يتخذ الجانب المصري إجراء ننادي به يعني ليس لدي إجراء محدد ولكن كثير من المراقبين والمتخصصين والمسؤولين عن ملف المياه والري تحدثوا عن حلول كثيرة منذ قبل الملء الثاني والآن وصلنا إلى الملء الرابع هذه أسئلة وغيري هدعوني أطرحها عبر أو على ضيفي عبر سكيب خميل في الزراعة والريد دكتور عبدالتواب بركات دكتور عبدالتواب أهلا وسهلا بحضرتك وهل وصلت مفاوضات أو وصلت قضية سد النهضة إلى طريق اللاعودة وأصبحنا أمام سياسة الأمر الواقع يعني هذا السؤال اللي جاء عليه قبل أربع سنوات قبل بداية الملء الأول ومنذ ما أسيوبيا بتعمل مشاريع وأعمال في سد النهضة منفردة بعيدة عن مصر وحتى قبل ذلك في مارس 2015 بتوقيع السيسي اتفاق المبادئ قلنا أن هذا الاتفاق بيحرم مصر من كل حقوقها التاريخية والقانونية وبالتالي وقلنا في وقتها أنه فات القطار وأنه السيسي فرط في حقوق مصر المائية والآن الجانب الأسيوبي أعلن أنه النيل الأزرق اللي هو بيمد مصر بـ 85% من مياه النيل أصبح بحيرة أثيوبية داخلية وما كان لأسيوبيا أنها تفرض هذه السيطرة إلا بغطاء من عبد الفتاق السيسي دكتور عد التواب يعني ما نراه من التصريحات الأثيوبية ونراه من تصريحات الجانب المصر يعني تحدث مثلا وزير الرئي عن الملء الثالث وقال أن الحمد لله لم يؤثر على مصر لأنها جات من عند ربنا فمش عارف هل ده تصريح مسؤول من المسؤولين في ظل هذا الوضع السودوي الحادث في هذا الملف الذين فشلوا في المفاوضات فيه منذ الملء الأول وحتى الملء الرابع الخطر الحقيقي على حقوق مصر المائية هو سد النهضة نفسه ليس الملء الأول ولا الثاني والثالث ولا ما قبل ولا ما بعد وهذا الخطر عبر عنه وزير الخارجية المصري في مجلس الأمن بأن سد النهضة يعرض إلى تهديد وجوده متى يظهر هذا التهديد ومتى يقع هذا النهضة عندما تنتهي أسيوبيا من استعمال بناء السد ثم نلقه بـ 74 مليار متر مكعب بعدها يبدأ مصر في بحيرة السد العالي ينتهي بعد سنتين أو ثلاثة أو أربعة بعد كده يبقى خلاص مصر بتواجه العطش وزا ما قلنا قبل كده إذا كان مصر هيبت النيل فليس هناك معنى للحياة ولا تصور لأي حياة في مصر في ظل وجود سد النهضة بعض الخبراء المتخصصين في موضوع المياه والمتابعين لقضية سد النهضة قالوا أن 2023 هو العام الأصعب في يعني العام الأصعب في تجاه مصر يعني مصر ستتعرض لمشاكل شديدة في هذا العام بشأن ما يحدث من الملء الرابع ماذا لو حدث الملء الرابع يا دكتور عبد التواب؟ يعني اللي بيقول هذا الكلام هو تصطيح للأزمة الحقيقية لأن أسيوبيا فعلا بتعمل محبس هيقطع المياه تماما عن مصر وساعتها يعني بنبقى في نقطة اللا عودة لن نستطيع أن نواجه العطش أو الجوع وزي ما قلت قبل كده أن مصر ممكن يعني تواجه بعض الأزمات والكوارث لكن لا يمكن أبدا أنها تواجه أو تتعامل مع أزمة مياه في مصر وشفنا يعني مجاعة الشدة المستنصرية كان سببها انخفاض مستويات نهر النيل فقالنا بقى لما نهر النيل يتم قطع المياه عنه تماما معدلات عالية من الفطر معدلات عطش بوع تبوير أراضي الزراعية حرب على المياه سرقات الأهالي معدلات الطلاق تفشي الفقر والأمراض تفشي التلوث في الترع والمصارف المشهد أفاهمية لا يمكن الأوبئة والأمراض يعني لا يمكن لدولة أنها تتحمل علاجها ولذلك أنا أقول أن تكلفة حماية حقوق مصر ومواجهة أزمة صد النهضة أقل بكثير من أي تكاليف أخرى وزي ما قال الفريق سامي عنان أنه النظام في مصر هو المسؤول عن هذه الكارثة على رأسها عبد الفتاح السيسي وقال أنه الدولة المصرية بكل مؤسساتها الرئاسة الجيش المصري الخارجية المصرية مسؤولة عن حماية حقوق مصر التاريخية وضيع هذه الحقوق لمسؤولية رأس النظام ومؤسساته كلام كثير وهجوم شديد على وزير الري بشأن موضوع تبطين الترع في هذه الأثناء وأزمة غرامات الرز وهجوم برلماني واسع النطاق يمكن تكون حضرتك سمعت معنا جزء منه قبل المداخلة بتاعت حضرتك وهجوم شرس على هذا الوزير لماذا هذا الهجوم على مشروع تبطين الترع وليه موضوع تبطين الترع وكيف يخسر من خلاله الفلاحي الأول منذ متى والبرلمان الموجود حاليا أو اللي قبله تحدث في هذه الأزمة الوجودية أزمة صد النهضة ده السيسي نفسه بيمنع أي إعلامي أن يتحدث في هذا الملاث ويعني بتصريحات كثيرة ولكن صد الغضب الآن على وزير لسه متعين بقاله أسبوعين أو ثلاثة متعين يعني سكرتير زي اللي قبله واللي قبله ولم تناقش اتفاقية مبادئ سد النهضة في البرلمان حتى الآن ولم تعرض عليه وإذا كان الأعضاء البرلمان يعني ينفسوا عن الشعب المصري وبيبعدوا المسئولية عن رأس النظام وبيلقوها على وزارة الري ووزير الري أنا بقول إن داخل داع أيضا للشعب المصري إنه المتسبب الرئيسي أو الجاني الرئيسي في أزمة صد النهضة اللي هيجيب الخراب والعطش على مصر وعد الفتاح السيسلي لما انقلب على الرئيس محمد مرسي اللي كان عنده كل الصلاحيات الشرعية والشعبية بالأليات الديمقراطية اللي تجعله كرئيس دولة يتمسك بحقوق شعبه المائية وقال مش هنسمح بانتقاس قطرة مية أو كوب ماء من شعوكو وقال إنه دمائنا هي البديل بعد كده اكتشفنا إنه في تمثيلية حصلت لتمرين الانقلاب يوافق في عبد الفتاح السيس على بناء صد النهضة من هذا لإنه مصر تأخذ شرعية دولية وتعود إلى كرسي العضوية في الاتحاد الإفريقي على حساب حقوق مصر المائية وبالتالي المتسبب الرئيسي هو عبد الفتاح السيسي ما يحدث في البرلمان هو خداع للمصريين وخداع وتنفيذ وتغطية على جرائم عبد الفتاح السيسي في أزمة صد النهضة وهو زمأ الفريق سامي عنان إنها جريمة خيانة عظمى تستوجب المسألة لكل من شارك في هذه المهدلة وخاصة توقيع اتفاق مبادئ صد النهضة أما تبطين بقى الطرع أيضا عبد الفتاح السيسي هو الذي اخترع هذا المشروع وسمى مشروع قومي وأعلنه في إطار يعني مواجهة أزمة صد النهضة اللي هو فشل فيها محطة ورى محطة ورى محطة على مدار تقريبا عشر سنوات عشر سنوات الآن وإحنا قلنا إنه لا يمكن لأي مشروع قومي أو غير قومي إنه يكون بديل لمياه النيل قلنا صراحة ليس هناك بديل لنهر النيل ولا تنقية مياه البحر ولا تنقية عفوا تحليت مياه البحر ولا تنقية مياه الصرف اللي قالوا عليها ولا تبطين الطرع والمصارف ولا ترشيد المياه يعني حصة مصر المائية خمسة وخمسين ونص مليار متر مكعب هي لا تكفي نص حماجات مصر انتقاص أي متر بعد ذلك أو عشر مليار متر مكعب أو عشرين مليار زم أتيوبيا بتقول هيحول الحياة في مصر إلى جحيم بالمناسبة هذا الجحيم يعني يؤدي إلى تقطيع النتيج الاجتماعي المصري وأيضا هو ضرب على النظام السياسي الحاكم نفسه ولكن يعني في هذه الحالة عندما تقع هذه الكارثة لا يعني هنلاقي شعبي حاكم نظام ولا هنلاقي نظام موجود يمكن محاكمته ما يحدث في البرلمان هو خداع هو محاولة صب المشكلة كلها على وزير الرأي اللي سكايب قاله إسبعان أو ثلاثة مع أن الوزير اللي قابله واللي قابله قالوا أنه بالفعل هم ما شفناهمش في الكاميرات أثناء توطيع اتفاق مارس 2015 ما شفناهمش هو بيحلف رئيس الوزراء السيوبي أحمد وقوله والله العظم أعمل أي ضرر بمصابح مصر المائية وما شفناهمش هو بقول اتطمنوا مضيعتكوش قبل كده كأننا أمام كهربائي في عمارة بيطمن السكان اتطمنوا مش هتكهرابهم مش هتطعنكو الكهرباء مضيعتكوش قبل كده المدير الرئيسي لأزمة سد النهضة والمتسبب الرئيسي فيها هو عبد الفتاح السيد وإن كان هذا لا يعني بالمناسبة لا وزير الرأي ولا وزير الخارجية ولا رئيس وزير الدفاع كل هؤلاء مشتركين ولا يقلوا في المسئولية عن رأس النظام ولكن يعني ينب عنهم جميعا عبد الفتاح السيسي في هذه الأزمة التي لا تقل أبدا عن كونها قضية خيانة عظمة وأمنة والله يا دكتور الواحد مش عارف يعبر عن هذه المأساة التي تعيشها مصر ويعيشها المصريين والحقيقة كون إن إحنا نختزل الأزمة في وزير لسه جاي بقاله كم شهر هي فهو اختزال للأزمة وجريمة كمان بيشارك فيها كثير من نواب البرلمان الخبير في الزراع والرأي الدكتور عبدالتواب بركات شكرا جزيلا لحضرت